وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات التعليم الصناعي قسم التركيبات والمعدات الكاربية للصف الثالث سنوي الصناعي مرحبا بكم أبنائنا وبناتنا وإن شاء الله بالتوفيق لقم والنجاح لكل مجتهد النصيب بإذن الله اللي يزاكر واللي يبتدي يراجع إن شاء الله لامتحانات على الأبواب كلها أيام أو شهر بالتقريب وإن شاء الله تبدأوا امتحانات الدبلوم أبنائنا وبناتنا في مادة الآلات والكاربية والوقاية خدنا فيها شهود كبير جدا واللي باقي إن شاء الله احتمال على الحلقة الجاية واللي بعدها إن شاء الله نخلص بإذن الله حنكمل المحركات الاستنتاجية الثلاثية الأولى خدنا في المحركات الاستنتاجية التركيب ونظرية العمل والانزلاق وتأثير الانزلاق على طيار وتردد العضو الداير كمان دخلنا على الممانعة التوافقية اللي موجودة للممانعة الاستنتاجية داخل ملفات العضو الداخل أبنائنا وبناتنا النهاردة إن شاء الله حنقول حاجة مهمة جدا وهي حاجة عامة وخاصة بالنسبة لطلبة قسم التركيبات والموادات الكاربية طرق بدء حركة المحرك الاستنتاجي الثلاثي الأولى طب يا مستر ده لسه الحلقة اللي فاتت في مادة الرسمة لسه شريحها طب احنا شرحناها كرسمة حضراتكم هترسموها ازاي وتعمل ازاي وتشغل ازاي هو تقريبا نفس اللي مخدناه في الرسمة ناخده هنا في مادة الألات ودي من احدى مميزات تطوير التعليم الفني في المنائج إن هم ربطوا المنائج تقريبا لكل تقصص مع بعضها بتقريبا عشان تكمل بعضها هنسأل السؤال المعتاد لينا وللعامة أي مطور في الدنيا بتيجي تشتغل النور يعني أقولها باللغة العامية كده بيسقط ويرجع تاني في سكند سكند يعني مفثنية بالضبط بعض العامة هيقولك عشان دي عايزة طيار بدء عالي أو عايزة طيار أو عايزة عزم دوران شديد احنا كناس فنيين ايه اللي بيحصل الكلام ده شرحناه في مادة الرسم لكن احنا مش هنكتبه في مادة الرسم احنا هنكتبه في مادة الالات الكهربية والوقاية هنكتب علل يجب الحد من طيار بدء الحركة المحرك الاسنتاجي الثلاثي الأول سواء قفى السنجاب أو عضو داير ملفوظ اللي اتنين لابد ان احنا نشرح فيه اولا هنقولها بطريقة بسيطة جدا للناس الفنين ملفات العضو السابت تحت منها العضو الداير الدي الطيار متردد لملفات العضو السابت نشع عنه مجال مغناطيسي ثابت القيمة ولكنه متردد في الاتجاه اللي هو المجال الضوار زي السرعة سابتة يعبر الصغر اللوائية قطع ملفات العضو الداير لا لسه طب ايه اللي حصل لما هنا المجال الطيار دخل الملفات هنا في اللاحظة دي قانون لينز لم يطبق اللي هي ان القوة الدفعة الكهربية العكسية في ملفات المنتج تسوي صفر لسه الملفات متعملتش مجال عكسي زي برافا علي الاستنتاج النفس فيه المحول يبقى هنا وقع جهد المنبع كله على ملفات المنتج وهي ذات مقاومة صغيرة فينشأ طيار كبير يعادل من ستة لسبع مرات من طيار الحمل العادي ولذلك ابنانا وبناتنا في المعامل والورش اول ما ييجي يوصل محرك استنتاجي او مطور للتجربة يلا يمؤشر الامبير رمى ورجع تاني في اللحظة دي القوات دفع الكهربية العكسية في ملفات المنتج لحظة توصيل الطيار بتسوي صفر وبالتالي بيقع جهد المنبع كله على ملفات المنتج وهي ذات مقاومة صغيرة جدا تؤدي الى نشوء طيار كبير جدا يسمى طيار بدء الحركة ولذلك يجب الحد منه طيب السؤال كده احد ابنان يقول احنا عندنا مواطير المية اقول لحضرتك انت راجل دلوقتي بدبلوم مواطير المية فيها ملفات تقويم يعني فيها بدء الحركة طيب التلاجة اقول لك التلاجة واجه واحد فيها ملفات التقويم طيب الغسة اقول لك كل الواجه الواحد فيه ملفات تقويم لتعتبر بدء الحركة للمحرك للسنتاج الواجه الواحد اما الثلاث الاوجه ففي عد الطرق طيب لجميع المحركات اقول لحضرتك المحرك لاستنتاج الثلاثة لأوجه نوعين القفى السنجاب والعضو الداري الملفوف العضو الداري الملفوف في طريقة واحدة أما القفى السنجاب فيه خمس طرق أولها ونعتمد على أنكم حضراتكم بسم الله ونشاء الله مذكرين معنا ومتابعين على قناة اليوتيوب وعلى قناتنا في التعليم الفني في تنميزيون المصري أول طريقة في المحركات للتعدى حصان أصمم الملفات أنها تتحمل طيار البدء وطيار الحركة يبقى معنا ذلك أول طريقة اللي هي التوصيل المباشر طيب المقدمة اللي حضرتك قلتها دي كلها ممكن نكتبها أه تكتبها لأن انت في الرأس مش محتاج المقدمة انت بترسم مباشرة مع الفين أما في مادة الآلات فلابد أنك تجاوب بالكتابة والتفصيل تعالوا نشوف عنوان حلقتنا النهاردة في شاشتنا الجميلة هنا بدأ حركة المحركات الاسنتاجية الثلاثية الأوجه هنقول مع بعض أن الطيار الذي يمر بالمحرك عند بيت الحركة مع تسليط الجهد الكامل على أطراف المحرك تكون قيمته كبيرة مما قد يؤدي إلى خفض جهد الشبكة التي يتغذى من المحرك مما يؤثر تأثيرا سيئا على الأحمال الأخرى التي تتغذى من نفس الشبكة هو طيار بيت الحركة وإحنا قلنا يعادل من ستة لسبع مرات من طيار الحمل الكامل يعني لو المحرك عندك على سبيل المثال خمسة أمبير نحظة البيت ممكن تلاقيه حوالي ستين سبعين أمبير هنبدأ مع بعض طرق بيت الحركة أول طريقة وشاشتنا الجميلة زملائنا الأعزاء فاهمين كهرباء كتر مني تطلعين على طول ألا وهي التوصيل المباشر التوصيل المباشر أبنانا وبناتنا هنقول هنا إن احنا بنصمم هنكتب هذا الكلام بنصمم ملفات العضو الثابت لتحمل طيار البدء وطيار التشغيل ودي في القدرات صغيرة القدرة هنبدأ بعد كده الكلام هو مكتوب إذا كانت القدرة المحرك كبيرة فإنه يستلزم إحدى طرق بيت الحركة لتوصيل المحرك إلى المصدر والتي تؤدي إلى خفض الطيار الذي يسحبه المحرك من المصدر عنده توصيل يعني بحط حاجات تقبل أو تحد من الطيار لحظة البدء أولا هنبتدي مع المحرك الاسنتاجي دو القفى السنجاب سؤال طيب خلاص بناتنا وابنانا هلطول لأن الحالة اللي فاتت احنا شرحنا هذا الكلام سؤال توصل طرق بيت الحركة في المحرك الاسنتاجي دو القفى السنجاب بدائرة العضو السابت الإجابة لا عدم موجود أطراف في دائرة العضو الدائرة لأن القفى السنجاب مقصور على نفسه الدليل الرسمة اللي قدام حضركه اللي هي توصيل مقاومات مادية بدائرة العضو الثابت ركز معايا مقاومات بدائرة العضو الثابت هذه المقاومات بتكون بكامل قيمتها لحظة البدء في الدائرة لتقلل وتحد من طيار بدء الحركة وبعد 75% من السرعة المقننة المنزلق دو بيكون هنا يعني أنت لو لاحظت كده على تي واحد واثنين اثنين وتي تلات بمعنى أن هذه المقاومات تخرج بعد وصول المحرك إلى 75% من السرعة المقاومات طريقتها سألة جدا ورقيصة وكويصة لكن فيها عيب إيه هو؟ الطاقة الحرارية أو الطاقة الكهربية المستنفدة كطاقة حرارية في المقاومات غير مستفدة نقول الثاني عيوبة الطاقة الكهربية المستنفدة في المقاومات كطاقة حرارية غير مستفدة طبعا مع التطور العلمي والمناهج برضو اتطورت معها في الوزارة قالوا الطيار الكبير ده علماءنا الأفاضي العملوا ايه؟ قالوا المقاومات دي الطيار اللي داخل المقاومات دي ممكن استغله وأشغل به بعض السيرستور والترانزستور فيما بعد يبقى الطريقة الأولية اللي هي التوصيل المباشر وتستهدم في القدرات صغيرة القدرة وقلنا عيبها اللي موجود الطريقة التانية أبنانا وبناتنا اللي هي على شاشتنا الجميلة هنا اللي هي الطريق بدء الحركة المحرك للإستنتاج الثلاثة الأوجو باستخدام محول ذاتي أوتو ترانسفورمر المحول النفسي لو إحنا نحظنا أن وظيفة المحول هي الخفض أو الرفع طب ما أنا عايز كده أنا عايز في الطريقة دي أن أنا خفض سواء الطيار أو الجوت طب إش مهنا محول نفسي برخص ثمنه المحول النفسي عبارة عن ملف واحد منه اتدائي ومنه ثانوي أي نعمة يبقى غالية الطريقة طب المحول هنا تبقى إيه مهمته أو مستو أن الطاقة الكهربية المستنفذة صغيرة لأنه هي وظيفة المحول غير المقاومات المقاومات بتاخد الطاقة الكهربية بتحولها إلى حرارة أنا مش مستفد بيها لكن المحول النفسي مستفدي هنا بيقلل قيمة الاستهلاك في إكارة ده الطريقة التانية وبرضو مع بعض في القفص سنجاب في القفص سنجاب يعني بوصل بدائرة العضو الثابت الطريقة التالتة وطلعت مع شاشتنا على طول ده هم فاهمين كهرباء كتر مني اللي هو مفتاح النجمة دلتا مفتاح النجمة دلتا احنا خدناه في الرسم ويفضل طبعا رسمته في الرسم كبيرة جدا لكن شرحه ايه انا بستفيد أبناي وبناتي من العلاقة بين جهد الخط وجهد الوجه توصيلة النجمة فين فين الناس اللي صاهية بربع عليك اه يا مستر ده احنا خدناها في سنة تانية بربع عليك ايوة كتب ايوة كتب في توصيلة النجمة ضغط الخط يساوي جزر ثلاثة ضغط الوجه اي يقل الجهد بمقدار جزر ثلاثة توصلت الدلتا ضغط الخط برفع عليك ضغط الخط يساوي ضغط الوجه يبقى انا لما وصل الملفات في لحزة البدء نجمة الجهد يقل بمقدار جزر ثلاثة وبعد خمسة وسبعين في المية بقلب المفتاح على توصيلة الدلتا ضغط الخط يساوي ضغط الوجه يبقى انا قللت قيمة الجهد او الطيار لحزة البدء عن طريق المفتاح قصة فيه سؤال كاننا واحنا في المدارس يا مستر احنا حطينا مقاومات وحنا عارفين انها بتقلل الطيار وحطينا محول نفسي عارفين انه بيقلل او يخفض الطيارة والجهد طب المفتاح عبارة عن نقاط تلامس نقاط تلامس يعني ده ما بتقول كده انت بتحط طوبة للعربية عرفنا انها تعطلها طب ده مفتاح طوله ما احنا بنستفيد بقى من دراساتنا احنا اللي هي الكهرباء ان توصلت النجمة فيها ايه ضغط الخط يسوي جزري تلاتة ضغط الوج وتوصلت الدلتة ضغط الخط يسوي ضغط الوج هايزين ابنانا وبناتنا يكونوا تقال في مادتهم يكونوا فاهمين لان ان شاء الله هتكملهم عاهد وكليات وحتيبقى الدراسة على اوسع فالاساس بتاعكم يكون متين رجل ثابت في مادته العلمية يقدر يشتغل في السوق وهو فاهم مش حافظ تمام؟ يبقى انا هنوصل لحظة البدء نجمة وبعد خمسة وسبعين في المية من السرعة المقننة اقلب على توصيلة الدلتة ليه؟ اقول له ضغط الخط في النجمة يسوي جزري تلاتة ضغط الوج وبالتالي يقل الجود بمقدار جزري تلاتة بعد خمسة وسبعين في المية يوصل دلتة ضغط الخط يسوي ضغط الوج وطيار الخط يسوي جزري تلاتة طيار الوج يبقى اخياتنا التوصيل المباشر باستخدام وبعد كده مقامات بدا حركة بربع لي احنا بتتكلم حضرتك على المحركات الاسنتاجية اذا تبقى فص سنجاب ثم المحول النفسي ثم مفتاح النجمة دل في طريقة تانية جميلة جدا الا وهي الا وهي اللي هي قسمة الملفات وشاشتنا على طول الناس فهمك اكتر مني كهرباء بصراحة كل ما اقولي على حاجة اليوم جايبينها هنا عندي الملفات اثم الملفات العضو الثابت لجزئين اثم ملفات العضو الثابت لجزئين بحيث ان يوصل الجزء الاولاني لحظة البت يكون مقلل الطيار من المنبع يقلل الطيار المنبع بعد 75% من السرعة يوصل الملفات مباشرة التانية يبقى عند نعيم من الملفات في الدائر الطريقة اللي بعد كده اللي هي باستخدام الثيروستور الثيروستور ابنانا وبناتنا ودي خدناها في مادة الالكترنات القوة ودي برضو بقول لحضراتكم من احدى مميزات تطوير التعليم الفني انهما ربطوا المنهج او المناهج الكاملة مع بعضها يعني مادة الالكترنات القوة بتستخدمه الثيروستور وازاي كيفية التحكم في زمن زاوية الاشعال او زمن زمن الدورة فهم عملوا ايه لقى التطور العلمي ان المنهج كله مرتبط ببعض فاستفادوا من مادة الالكترنات القوة وحطوها في الالات حطوها في الرسم استفادوا من مادة التحكم منطق المبارمج برضو في الرسم واتلاقيها في الالات تمام حتلاقوا برضو في مادة التركيبات ومادة القياسات هم قربوا المسافات لابنانا وبناتنا ليه بيخرجوا ابنانا وبناتنا مرتبطين بسوق العمل انا مش دارس مادة الالات بس ومش عارف حاجة عن الالكترنات القوة انا مش دارس الالكترنات القوة مش عارف حاجة عن مادة التحكم لأ هم التطوير بصراحة يمكن من المميزات الجميلة جدا في السنوات الاخيرة السيروسور عملوا ايه بقى انا عارف ان السيروسور تلات اطراف متى فيين طبعا حضراتكم زاكرين الالكترنات القوة ده باب حاكمات الجوة دي يعني وصلوه مع عكس بعض اتنين على التوازي مع عكس بعض لكل وجه اتنين سيروسور وابتدوا يتحكموا في زمن زاوية اشعال الموجة زمن زاوية اشعال الموجة اللي هي الاشارة ابتدوا يتحكموا فيها بطريقة صغيرة جدا بحيث ان هي لحظة التوصيل يدي اشارة يبقى المحرك يبتدي القوة ده في القربية تشتغل والمجال يشتغل وبعد كده الاشارة تكبر المحرك ياخد صراحة طيب الرسمة والشرح بتاعة بصوا على شاشتنا الجميلة هتلاقي الرسمة بتاعتها جميلة جدا متوصلة اهو اتنين سيروسوا العكس بعض على التوازي وخلنا بالك ان احنا قلنا تلات اطراف اللي هي اللي قدام منك اتنين واتنين واتنين بيدوا اشارة للمحرك اشارة صغيرة اللي هي الفلس بتاعك تبين ان فيه كمية طيار داخل يبتدي المحرك ياخد دورته طيب فيه طريقة تانية اللي هي برافا عليك برافا عليك بنات مفايقين او النهاردة برافا عليك اه ده التدخلها حضرتك هتوصل بدارة العضو الداري ملفوف برافا عليك يعني معنى ذلك ان القفز سنجاب الخامس طرق بتوقعه اتشارة طيب المحرك اللي استنتاج ده العضو الداري ملفوف طيب ما انت جاوبت يا مش مهندس العضو الداري ملفوف يعني العضو الداري فيه ملفات التوصل تلات مقاومات لبدء الحركة تلات مقاومات لبدء الحركة في دائرة العضو الداري الملفوف وتخرج تدريجيا بعد خمسة وسبعين في المية من الصرقة المقننة يبقى طرق بدل الحركة في عندي خمس صرق ليه؟ المحرك الاسنتاجي القفز سنجاب وطريقة واحدة للعضو الداري الملفوف ابنانا وبناتنا الدرس ده مهم ليه؟ لانه مقرر في مادة الرسم والالات ودول من اكبر المواد اللي فيهم درجات المادة من تمانين درجة طيب سؤال عايزين نسأل سؤال كده قبل ما نخش على الجزء اللي بعد كده ايه هو؟ كيف يتم التحكم في سرعة المحرك لسنتاجي الثلاثي الاو ايه كده لا 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 ما نتخضش كده او طب نقربها شوية نقربها شوية من له علاقة بالسرعة من له علاقة بسرعة المحرك يمكن التحكم فيها عن طريق اولا تاني من له علاقة بسرعة المحرك يمكن التحكم فيها عن طريقه مرافو عليك لا ابنانا كمان صحي هو او قانون التردد ده انا عندي عدد الاقطاب والتردد صح؟ فعلا لو تحكمت في عدد الاقطاب السرعة تزيل وتقالف ولو تحكمت في التردد السرعة تزيل وتقالف في حاجة تانية انا عايز بناتنا هما اللي يقولوها بقى ها؟ تمام لانزلاق ده حضرتك خدت فيها حلقة كاملة صح؟ صح؟ انا عندي تلات طرق اتحكم في سرعة المحرك الاسنتاجي ياما عن طريقه عدد الاقطاب ياما عن طريقه التردد ياما عن طريقه الانزلاق طب ما تيجي نشرح مع بعض تعالوا نشوفها كده مع شاشتنا يلا طرق التحكم في سرعة المحركات الاسنتاجية سراتية الاوجه احنا قلنا تلات طرق واحد اول حاجة جابها اهم قانونين واحد عن طريقه الانزلاق والتاني التردد وعدد الاقطاب يعني بيعرفت ان احنا عندنا تلات طرق عن طريقه الانزلاق اللي له علاقة بالسرعة والتردد وعدد الاقطاب لهم علاقة بالسرعة انا عندي كم طريقة؟ ثلاثة اهم تعالوا نشوف مع بعض عن طريقه برضو الانزلاق والتردد مع بعض اولا التحكم في سرعة المحرك للسنتاج الثلاثة الاوجه بتغيير عدد الاقطاب المفروض بصراحة ان انا مشرحاش لان احنا درسناه في سنة تانية وفي سنة تالت لما قلناها بس طب هنقولها بالبلد كده كأننا قاعدين في الورشة او في المعمل لو انا عندي محرك السنتاج اتنقض والتردد خمسين السرعة كامة؟ طيب ما انتوا في عامين تلات 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 طب لو اربعة قطب اهو قال لك الف وخمسمية طب انا فهمت ايه؟ انما كلما زادت عدد الاقطاب كلما السرعة بتاريت ايه؟ تقل تناسب عكسي خلصة الاولان ايه؟ لا يا مصر احنا عايزين نفهمها حاضر حاضر تعالوا نشوف رسمتها ونشرحها مع بعض التحكم في سرعة المحرك للسنتاج سناس الاوجه بتغيير عدد الاقطاب تعالوا نشوف رسمتها بصوا بصوا زمائلنا بسم الله ما شاء الله لو انا خدت هنا ادي الملف اتنين قط وملف اتنين قط بيبقى هنا كام؟ اربعة وهنا اربعة وهنا اربعة وهنا اربعة بو اتناشا يبقى السرعة بطيئة هو راح قافل التلاتة سواء نجمة او دلتة وخد الار والاس والتين السرعة بقت كام هنا على ست اقطاب يبقى معنى ذلك ان انا كلما زود عدد الاقطاب السرعة تقل تب ازاي؟ او ليتم توصيل عدد من الاقطاب او وضع عدد من الاقطاب بجوار الاقطاب الرئاسية ومتصلة بها عن طريق مفتاح لتغيير عدد الاقطاب وكلما زادت عدد الاقطاب قلت السرعة دي طريقة اهي ثانيا التحكم في سرعة المحرك لاستنتاج الثلاث الاوجه بتغيير تردد المنبهة يبقى انا عندي عدد الاقطاب علاقة عكسية تبتقول لنا ليه الكلام ده هقول لحضرتك دي دلوقتي عدد الاقطاب علاقة عكسية كلما زادت عدد الاقطاب كلما السرعة عالة واحنا ازاي؟ نزود عدد الاقطاب وقلناه التانية عن طريق التردد التردد اه وحضرتك التليفون اللي معاك ده موجات التردد ايه؟ بص التردد بيوصل لكام ميجا بايت وميجا هيرتز التلفزيون اللي احنا عادين فيه ده بيجي لك الارسال عن طريق الترددات معنى ذلك كلما زاد التردد كلما وصل لابعد مدى انت عايز تقول لنا يا مصر يعني كلما يزيد التردد السرعة هتزيد برافو عليك التلفزيون اللي حرارك بتفرج عليه هبارة عن ايه؟ ترددات وموجات كارما نفسية صح صح طيب لو التردد عالي عن طريق الارسال وامر الصناعي السرعة جيلك ايه؟ واضحة معنى ذلك كلما يزيد التردد كلما السرعة اوضح طب ما عندنا كده؟ في المحرك حنزود التردد السرعة هتزيد طب ليه؟ طب تزود السرعة ليه؟ في بعض المحركات وان شاء الله تبقى مهندسين بعد ما تخلصوا الدبلوم بعد المحركات السرعة بتاعتها بتوصل لحوالي تلاتين الف لفة في دقيقة وستين الف لفة في دقيقة ما هقول يا مصر؟ هقول لحضراتكم بتتفرج على مصانع المحلة في بلدنا في مصر ان شاء الله ربنا يا حمينا لو انت لاحظ ما كان الخياطة السرعة بتاعته بتبقى دي ايه؟ ده بس مثل صغير السرعة بتبقى عاملة ازاي؟ اه يا مصر ده بتبقى رهيبة جدا بصوا سرعية تبقى هنا بيتحكموا في سرعة التردد او في قيمة قيمة التردد نفسه يعني معنى ذلك ان انا لو غيرت تردد المحرك وتردد المنبع السرعة تزيد تم تيجي نشرحها مع الرسم وتكتبوها ورايا تعالوا نشوف مع بعض كده التحكم في سرعة المحرك لسنتاج الثلاثي لوجه بتغيير التردد المنبع المغازم ازاي؟ تتناسب سرعة المحرك طرديا مع تردد المنبع ويمكن تغيير تردد المنبع كالاتي مغير التردد عبارة عن محرك استنتاج الثلاثي لوجه ملفوف يعمل كموالد استنتاج يغذى من مصدر تغيير متردد ونحصل منه على التردد المطلوب الذي يمكن حسابه من المعدل الاتين تردد العضو الدائر او الدوار بيساوي تردد الشبكة افتح قص سرعة المجال الدائر زاد او ناقص سرعة العضو الدائر على سرعة المجال الدائر ناخد بالنا من حتى اللي جاي دي انت تكون مجابة وانت تكون سالبة فالاشارة السالبة في حالة دوران العضو الدائر في اتجاه المجال الدائر نحصل على تردد صغير جدا والاشارة المجابة في حالة دوران العضو الدائر في عكس اتجاه المجال الدائر نحصل على ضعف التردد طيب ابنانا وبناتنا باستخدام السيروسر طيب قبل ما انطيل على السيروسر عايزة فاهمها لكم الكلام ده بيبقى مهم جدا عشان تفهموه معايا انا بجيب بجيب محرك استنتاج ده عضو دا الملفوف زو عضو دا ملفوف يعمل كمولد يعمل كمولد انا بجيب بيعمل كمولد هتدير هاخد منه كهربا ايه اللي بيحصله باخد اطراف ملفاته العضو الداير عضو داير محرك استنتاجي زو عضو داير ملفوف باخد اطراف ملفاته العضو الداير ولذلك سعاد بيسمه العضو الداير ملفوف مولد استنتاجي مولد استنتاجي ووصلها بتردد الشبكة لو اتجاه المجال واتجاه الدوران في نفس الاتجاه التردد يبقى تردد الشبكة واحد بس طب لو تردد العضو الدوار عكس اتجاه المجال للمحرك اخد ترددين تردد العضو الداير وتردد الشبكة طب نقربها نقربها لو انا عندي تردد الشبكة في جمهورية مصر العربية معروف انه خمسين. هنشتغل عليه. وصلت المحرك وخدت اطراف ملفات العضو الدار ووصلتها بالشبكة. الاتنين في اتجاه واحد. تردد العضو الدار وتردد الشبكة الاتنين واحد. يبقى تردد واحد خمسين زبزبة. لو المحرك اتنين قط بيديلك تلات تلاف. تمام? تمام. اربعة قط بيديلك الف وكنسونين. طيب. لو هنا تردد العضو الدار عكس اتجاه المجال للشبكة. ياخد تردد العضو الدائر وتردد الشبكة. يبقى كام? مية زبزبة. طب مية زبزبة ايه امني في السرعة? قال لي لو السرعة تلات تلاف تبقى زيت تلاف. لو الف وخمسمائة تبقى تلات تلاف. الضعف على طول. طبعا بعد كده زود زي ما انت عايز توصلت ليه الميجا ايرتز والسرعات معاك ليه للآخر. دي طريقة. الطريقة التانية ودي. وبركز عليها النهاردة في الحلقة او في الحلقات كلها تطوير المنهج بقى. مسيرة التطور العلي. استخدمه السيرستر. استخدمه السيرستر. يعني الاجزاء الصغيرة دي. السيرستر بالنسبة ليه? اتحكم في زمن زاوية الاشعال. قدي للسيرستر بلس صغير. البلس ده واديني سرعة معينة. ازود الاشارة تديني سرعة اكبر. طبعا ارخص واسرع وادق. طيب تعالوا نشوف مع بعض السيرستر بيقول ايه? او بتتم ازاي? بتعديل شكل الموجة. المغاز وذلك. وده هتلاقيه بباب العواكس. في الباب الخامس فيه مادة الالكترات القوة. وذلك بتوحيده بواسطة قنطرة موحدات الى طيار مستمر. ثم تحويل الطيار المستمر الى طيار متغير بواسطة مجموعة من الثيرسترات المعدلة لشكل الموجة. وبذلك يمكن التحكم في سرعة المحارفة. طبعا دي اسرع وادق وارخص. تغيير تردد المنبع. ده باستخدم الترياك. الترياك قريب جدا من الثيرستر ولكن هنا الترياك بيستخدم بحيث يتحكم في زمن زاوية اشعال الترياك بتاعي. التحكم اخر طريقة. يعني انا خدنا التغير تغيير عدل اخطاب. ثم التغيير التردد وخدنا طريقتين لتغيير التردد. اخر طريقة. ان انا اتحكم في سرعة المحارف الاستنتاجي بالتحكم في الانزلاق. وده بقى يعني حنقوله مع بعض كده قبل ما هتكتبوه من على شاشتنا الجميلة. انا هوصل تلات مقاومات وركزوا فيها اوى ابناء يا بناتنا لان دايما بنخطأ فيها. هوصل تلات مقاومات. تلات مقاومات يا مصر ما احنا عندنا مقاومات بدء الحركة. بربو عليك. بربو عليك. مقاومات بدء الحركة من اسمها. مقاومات بدء الحركة. يعني بعد بدء الحركة بتخرج. مابتقودش معاي في دايا. وما لا تعمل ايه? هو اللي هوصل تلات مقاومات في دائرة العضو الداير. المادية. المقاومات دي بتتحكم في قيمة الطيار. اللي داخل للعضو الداير او المجال. يبقى كلما زاد زادت القيمة المقاومة. قلة السرعة. زاد الانزلاق. عكسي. بربو عليك. يبقى طرق تغيير السرعة عندي اتنين عكسي واحد طرد. عدد الاقطاب والانزلاق. والطرد التردد. نقول تاني. هنوصل مقاومات مادية. بدائرة العضو الداري ملفوف. هذه المقاومات ليست لها علاقة بمقاومات بيدي الحركة. مقاومات بيدي الحركة من اسمها جبته. لحظة البيت وبعدين بتفصل تخرج من الدائرة. اما مقاومات تغيير السرعة بتظل في الدائرة. سواء المحرك ساكن او شركات. لان عن طريق المفتاح بتحكم في قيمة المقاومة. وبالتالي تحكم في قيمة الطيار. وبالتالي تحكم في قيمة السرعة. وكلما زادت المقاومة. قلت السرعة زاد الانزلاق. تجي نكتبها مع بعض. تعالوا نكتبها مع بعض. ازاي نكتبها? وتعتبر هذه الطريقة. طريقة لتغيير السرعة عن طريق تغيير الانزلاق. بتوصيل. ركزوا بقى مقاومات خارجية. مع العضو الدوار عن طريق حلقات الانزلاق. وكلما زادت قيمة المقاومات الخارجية. فان الانزلاق يزيد. وتقل السرعة المحرك. ويلاحظ. ويلاحظ. ان مقاومات التحكم. في سرعة المحرك. تختلف عن مقاومات بدء الحركة. ومزودة. بوسيلة تهوية للتخلص من الحرارة الناتجة. لان طبعا طول ما في الدائرة بتسخن على طول. ابنانا وبناتنا. الرسمة قدام منك. اللي هي تغيير سرعة سرعة المحرك باستخدام مقاومات بدء الحركة في دائرة العضو الدائر الملفور. تعالوا بعد كده. هندخل على جزء مهم جدا. وده يعتبر نهاية باب المحركات الاسنتاجية. الثلاثية الاوجو. اللي هي طرق الحماية. حماية المحرك لاسنتاج الثلاثة الاوجو. حضراتكم اخذتوا هذا الكلام في مادة الرسم الفني باستفادة. هنقولوا مع بعض ازاي تكتبوا. يعني في الرسم تاخد دائرة خطية وتحولها. لكن هنا لابد من الشرح. على الرسم. حماية المحرك لسنتاجي ثلاثة الاوجو ضد. زيادة الطيار. انخفاض الطيار. ارتفاع الجهة تتابع الاوجو. يبقى انا عندي كم واحدة? اربعة. تعالوا نشوف اول واحدة. الحماية من زيادة الطيار واختفاع درجة الحرارة. برافو عليه. ده بسم الله. مش اله. بسم الله ليس اله. ده مادة الرسم اثارها فيكم الوفرلود. برافو عليكم. برافو عليكم. بسم الله ليس اله. الوفرلود احنا говорهدينه في الرسم كتير اوي اه. عبارة عن اللي هو مع المفتاح الون اف. مع ملف القاطع. هو عبارة عن ايه? هنا مسمينه مراحلات حرارية بيبقى عامل زي الازدواج الحراري معدنين مختلفين بيتأثرها بدرجة الحرارة يلتوي احد المعدنين مكملا دائرة ملف القطع يفصل المحرك عن الشبكة طيب الطريقة التانية حماية المحرك من انخفاض الجهد انخفاض الجهد حتلاقي قدام منك على طول ايوا دي قريبة فاندم من رب عليك من اللي هي متمم مرزا برايس متمم مرزا برايس انا عندي المنبع شغال كويس جدا انخفض الجهد لاي سبب بيحس بيمحول الجهد اللي هنا وبالتالي بينزل السقاطة هنا لتحت يكمل دائرة ملف القطع يفصل المحرك عن الشبكة دائما انخفاض الجهد طيب ركزوا شوية ابنانا وبناتنا بصوا السقاطة بتاع الملف اللي عندي ملف المتمم فوق يبادي هنا انخفاض الجهد ولذلك انا كاتبنا على الرسم هنا متمم هبوط الجهد ليه بصوا للرسمة اللي بعدها ارتفاع الجهد بصوا السقاطة جات فين بقى اتعاكس يعني هنا ارتفاع الجهد وانخفاض الجهد ارتفاع الجهد وانخفاض الجهد واحدة انخفاض الجهد بتبقى السقاطة برة نقط تلامس او الريشة لكن ارتفاع الجهد بتبقى داخل نقط التلامس عشان تقفل دائرة ملف القطع يفصل المحرك لو ارتفاع الجهد لأي سبب اخر حاجة عندي اللي هي فقد احد الاوجه او تتعدم تتابع الاوجه الار مع الار والاس مع الاس ودي بالنسبة لي بتبقى توصيلة جميلة جدا عن طريق محول الطيار واتنين متمم اتنين متمم وفي هنا مقارن اللي هي المقارن بالنسبة لي هنا معه تلات محولات طيار يبتدي قارن اذا كان في احد الاوجه سقط او الار او اتجاه الار مع الار والاس مع الاس واتنين مع التين لداخلين المحرك في واحد منهم خلف يبتدي هنا الملف ده يتحرك يفصل او يتمغنط يفصل السكين عن الشبكة بالكامل بمعنى ان لو انقلها بالبلد كده فيزا سقطت يقول لك المحرك شغال فيزا سقطة فيزا سقطة بالنسبة لنا كفنيين بنقول فقد احد الاوجه فقد احد الاوجه اشتغل وجهه طبعا وجهه بيبقى السرعة التريت ال والعازم يقل على طول الفني بيفهم فبيفصل المحرك لا كان الاول بيفصله يدوي دلوقتي اتحطت الحماية لفقد احد الاوجه الحيث انه يفصل المحرك مباشرة قبل ما يجرى له اي خطأ ابنانا وبناتنا المحركات الاسنتاجية الثلاثية الاوجه كده انتهت اللي ان شاء الله اللي هي بعد كده اللي هي بالنسبة لنا المحركات الاسنتاجية ذات الوجه الواحد وهم مش انواع كتيرة لان احنا هنشرح فيهم تركيب واحد وهنجيبهم كلهم مع بعض المحركات الاسنتاجية الثلاثية الاوجه اللي تم شرحها بتبقى فيها تقريبا يعني لو امتحان مادة الالات الكاربية والوقاية فيها خمسة بيبقى فيها تقريبا سؤالين او سؤال ونصف يعني باب المحركات الاسنتاجية يعتبر واخد ربع الامتحان او تلت الامتحان محركات الاستنتاجية ذات الوجه الواحد انواعها كتير في عندي بقى ازول الوجه المشتور وزول مقاومة البيض وزول مكثف تشغيل ومكثف البيض وفيه كمان محركات التنافرية تلاتة وفيه المحرك التوالي العام واللينار موتور طيب الانواع دي كتيرها مش موانس لا هي كلها تقريبا تركيب واحد يعني انا قلت اربع انواع او خمس انواع التركيب يختلف من التاني ان انا ازود مقاومة ازود مكثف لكن الاصل واحد ايه رأيكم نخلينا كده مع بعض وندرس مع بعض بداية المحرك الاستنتاجي بالوجه الواحد في حاجات مش هشرح في حاجات مش هشرح التركيب يعني هنقول بس بعض الحاجات اللي فيه لكن التركيب تقريبا بنسبة كبيرة جدا خدناه في المحركات الاستنتاجية ذات الثلاث الاوجه ولذلك احنا ربطنا الاتنين مع بعض عشان نستغل مذاكرتكو وانتباه كلنا ان احنا نسأل تعالوا نشوف مع بعض المحرك الاستنتاجي بالوجه الواحد التركيب ايه الى في الدنيا ايوا ايوا كده جاوبوا علي عضو الثابت وعضو داية بربعين خلاص يعني كده فهمنا المحركات العضو الثابت العضو الدائر الغطائن الجانبيين والزيادة مفتاح الطرد المركزي مفتاح الطرد المركزي هنقول وظيفته ايه وحنقول بيشتغل زيادة بعد هذه المحركات تحتوي على مكسف لتحسين عزم الدوران وهو يسمى المحرك زوء المكسف تعالوا نشوف مع بعض الرسومات اللي هجيلكوا على الشاشة اولا دا العضو الثابت طبعا الهيكل الخارجي يسمع من مادة برافا عليك انا بقول يعني كناش عن اشرحها لكن ناشط الزاكرة الهيكل عضو الثابت يشتمل على الهيكل خارجي يسمع من مادة غير مغناطسية والدليل حضرتك لو حطيت ايدك على مطور المية هو شغالة ومطور الغسلة ما بتكاربش ثانيا بعد كده رقائق العضو الثابت برافا عليك تصدع من شرايح الصلب السليكوني المعزولة والمجمعة مع بعضها لهيه دوائر مشكوك بسطحها الداخلي مجاري طولية لوضع الملفات بيه تمام؟ رقم ثلاثة ودي اللي هنقف عندنا ملفات العضو الثابت ملفات العضو الثابت دي اللي هقدر اشرح لكم بالتفصيل في الثلاثة اوجه ملفات العضو الثابت بالنسبة لي وجه اتنين ثلاثة اما ملفات الوجه الواحد تنقسم الى نوعين ملفات تشغيل وتشغل تلتين عدد المجال ومساعة مقطعها اكبر من مساعة التأويم دي ملفات تشغيل ملفات التأويم او ملفات البدء تشغل تلت عدد المجاري وتوصل بالتوالي مع المنبع بربع عليك بها التشغيل على التوازل تمام؟ تمام؟ لان التأويم هتخرج من الدايرة ليه؟ اه ما انت لسه صحيح ده التحديدك بتربط لنا بيد الحركة بربع عليك في بيد الحركة اللي خدناها في الثلاث اوجو بخرج قيمة المقاومة المحول مفتاعة النجمة دلتا بعد 75% من السرعة محرك الواجه الواحد هخرج ملفات التأويم بعد 75% من سرعة المحرك المقننة يبعنا عندي العضو الثابت يشتمل على هيكل ورقائق والملفات الملفات تنقسم الى نوعين ملفات البدء وملفات التشغيل ملفات التشغيل بتظل في الدارة شغالة توازي اما ملفات البدء فتتصل بالتوالي مع مفتاح الطرد المركزي ومع الشبكة ده العضو الثابت تعالوا نشوف فقا كده العضو الدارة طبعا العضو الدارة اللي ازدار على شاشتنا اللي هو القفص سنجاب واحنا شفناه في الورش كتير جدا اللي بعد كده ابنانا وبناتنا ايه رأيكم في القفص سنجاب بالالوان والمحرك بالالوان اه ده العضو السابت العضو ده العضو الدارة اهو العضو السابت عندهم بصوا الهيكل وقادي الرقائق وقادي الملفات طبعا ملفات تقوم التشغيل مش حابان معي اهو هنا ده العضو الدار خدتوا لكم القفص سنجاب هو يفضل طبعا القفص سنجاب عبارة عن ايوه السياق من الامونيوم اهو النحاس مقصورة على نفسها وتوضع في مجال العضو الدارة وتقصر على نفسها في القفص سنجاب وليس لها اطراف لما جينا عملنا قطاع بينا لك العضو الدارة ازاي القفص سنجاب بالنسبة للمحرك الاستنتاجي دول وجه الواحد هنا اخر حاجة في التركيب الا وهو مفتاح الطرد المركزي مفتاح الطرد المركزي عبارة عن قطعتين قطعة سابتة وقطعة متحركة عن طريق يايات وهو القطعة المتحركة بتبقى من النحاس زي السوسة اللي موجودة دي اتهمة التلاتة دول لو الرسم بتاعته هتلاقي هنا مفتاح الطرد المركزي لابد ان يكون فيه هنا ملف ودراعه ده بالنسبة للرسم عشان ما نيجي نرسمه يبقى ناخد بالنا من القاطع ومفتاح الطرد المركزي والاوتوماتيك طيب المفتاح الطرد المركزي يوصل بالتوالي مع ملفات التقويم وظيفته ركز معايا كده وظيفته فصل ملفات التقويم بعد خمسة وسبعين في المية من سرعة المحرك المقننة سؤال وسألناه في حلقتنا السابقة في مادة الرسم لو انا ما عنديش مفتاح طرد مركزي اللي اتنين مع بعض الاولاد والبنات ماشي نركب متمم زمني اللي هو طايمر تزبط الطايمر على خمس ثواني يفصل المحرك بعدها بربع عليك متمم زمني طايمر بربع عليك طيب الكلام ده بتقوله لنا لي يا مستر حضراتكم ان شاء الله اما تطلعوا في المعاهد وكليات هتاخدوا عملي ممكن تروحوا المصانع فممكن احد المهندسين يمتحنكم انا ما عنديش مفتاح الطرد المركزي على الشغل مطور فعلى طول قوله انا ممكن اجيب طايمر مروحة وابتدي اصبطه على خمس ثواني واشتراك تمام تمام ده بالنسبة لي اللي هو مفتاح الطرد المركزي ايه رأيكم في رسمته احنا جايبينه هنا بالالوانة هو قطعتين من النحاس ده ما قلنا والعازل وقادي الاصابع النحاس اللي هو بيتعشق معها في بداية التجارة وبعد كده مجموعة يا ياي اول ما يحس بقوة الطرد المركزي بتاع العضو الداير يبتدي يفصل العضو الملفات التقويم من الدايرة نظرية العمل ابنانا وبناتنا نظرية العمل يعني هنقولها بطريقة بسيطة جدا لان لازم تفهموها كويس هنشرحها كأننا بنشرح في الفصل وقاعدين كده مع بعض عند توصيل الطائرة متردد لملفات العضو الثابت لا بناتنا صحي عندنا نؤمن ملفات يا مصر حاضر حاضر تاشي تمام حينشأ مجال مجالين مجال ملفات التشغيل ومجال ملفات التأوين عندي كم مجال مجالين بينهم وزاوية تأخر تسعين درجة ليه؟ لان دي ملفات الطائرة تأخر عن جهة دي بزاوية تسعين يبقى أنا عند توصيل ملفات العضو الثابت ما بين القصين التشغيل والتأوين ينشأ مجالين بينهم زاوية تأخر تسعين درجة محصلة المجالين تعبر الثغرة الهوائية كمل بقى لتقطع ملفات العضو الدائر الساكنة تولد قوة دفع كارابية مقصورة عن نفسها تولد مجالا آخر محصلة تفاعل مجالين ينشأ عز الدورة هي قريبة من الثلاث أوجه يا ميستر قريبة بس هناك الثلاث أوجه ما فيش ملفات تشغيل وتأوين كلها تشغيل لكن هنا اللي هتقوله لابد انك تقوله هنا عند مرور الطائرة في ملفات العضو الثابت ينشأ مجالين مجال التأوين ومجال التشغيل محصلة المجالين يعبر الصغر لو ايه؟ طب ما ينفعش حط ملف واحد لا ينشأ عزم دوران من مجال واحد لابد أن يكون هناك مجالين فما أكثر دي قاعدة لجميع المحركين لا ينشأ عزم دوران من مجال واحد لابد أن يكون عندي مجالين أو أكثر عشان ينشأ عزم الدوران يبقى هنا ملفات التأوين لها وظيفتين الوظيفة الأولى تقليل طيار بدء الحركة والوظيفة الثانية عمل زاوية وجه بينها وبين ملفات التشغيل لأحداث عزم الدوران من قولها تاني ملفات التأوين وظيفتها أول حاجة تقليل طيار بدء الحركة الطيار الكبير رقم اتنين عمل زاوية وجه بينها وبين ملفات التشغيل لإنشاء عزم الدوران طيب لو قلنا الكلام ده بالرسمة نقوله مع بعض تعالوا نشوف شاشتنا جايبان لنا ايه على الرسمة الرسمة قدام مننا عبارة عن المجالين والزاوية بينهما قدام مني ده مطور او روتر بالنسبة لي دلوقتي ده المطور قدام مني وقادي مفتاح الطارد المركزي معا خد بالك ان مفتاح الطارد المركزي خد بالك انه متوصل بالتوالي مع ملفات التأوين يفصلها لكن ملفات التشغيل متوصلة على التوازي ايه رأيكم بقى كده كده متهيالة بينه قوي ان انا عند العضو الداير هنا وقادي ملفات التشغيل على التوازي ملفات التأوين متوصلة بالتوالي مع مفتاح الطارد المركزي ليفصلها بعد 75% من سرعة المحرك المقننة جينا بعد كده قالوا ان المحرك اللي سنتاجي دلواجه الواحد عزم البيدء بتاعه ضعيف ومعامل قدرة متأخر وطيار البيدء بتاعه عالي طيب احنا عايزين نحسن معامل قدرة وعزم البيد حنبتني نوصل مكسف او مكسفين ابنان وابناتنا ايه رأيكم نقف لغاية النهاردة احنا عارفت نقف لغاية النهاردة ان التركيب بتاع المحرك لاستنتاجي الوجه الواحد خدنا فيه العضو الثابت وقلنا العضو الثابت يجتمل على الهيكل ورقائق العضو الثابت والملفات وقفنا عندي الملفات سنة صغيرة قلنا ان فيها نوعين من الملفات ملفات تقويم وملفات تشغيل ملفات التشغيل بتوصل بالتوازم على المنبع مباشرة اما ملفات التقويم فهي بتشغل تلتا عدد المجاري وتوصل بالتوالي مع مفتاح الطرد المركزي ليفصلها بعد خمسة وسبعين في المية من سرعة المحرك المقننة بعد كده من ضمن التركيب مفتاح الطرد المركزي وانه عبارة بتركب عن جزئين جزء السابت وجزء المتحرك بداية خدنا المحرك ذو الوجه المشهور او المقسوم اللي هو ملفات التقويم وملفات التشغيل ملفات التقويم وملفات التشغيل وهنا نظرية العمل وهنا نظرية العمل وشوفنا وظيفة ملفات التقويم لها وظيفتين تقليل طيار البيت وعمل زاوية وجه بينه وبين ملفات التشغيل لاحداث عزم الدورة التركيب للأربع أنواع للمحركات اللي سنتجزت الواجه الواحد واحد لذلك إحنا لما جينا أخذنا المحرك المكسف زودنا مكسف فيد والمكسف اللي بعد كده يبقى مكسف تشغيل أبنان وبناتنا يا رب نكون أسعدناكم وأفدناكم بإذن الله ونتمنى لكم التوفيق والنجاح دائما إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته